أكد رئيس عبدالفتاح أسيسي والرئيس الأمريكي جو بايدن وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني أن الوقت قد حان كي يتم بصورة فورية وضع حد للمعاناة المستمرة منذ أمد بعيد لشعب غزة وللمحتجزين وعائلاتهم وشدد القادة الثلاثة في بيان على أنه حان الوقت للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وإبرام اتفاق بشأن الإفراج عن المحتجزين والمعتقلين وأضاف القادة في البيان أنهم سعوا مع فرقهم جاهدين على مدار عدة أشهر للتوصل إلى إطار اتفاق مطروح حاليا على الطاولة حيث لا يتبقى فقط سوى وضع التفاصيل المتعلقة بالتنفيذ ويستند هذا الاتفاق إلى المبادئ التي طرحها الرئيس بايدن في 31 مايو من عام 2024 وتمت المصادقة عليها في قرار لمجلس الأمن وأكد القادة ضرورة عدم إضاءة مزيد من الوقت كما يجب أن لا تكون هناك ذرائع من قبل أي طرف لتأجيل آخر لافتنا إلى أنه حان الوقت الآن للإفراج عن المحتجزين وبدء وقف إطلاق النار وتنفيذ هذا الاتفاق أضاف القادة أيضا أنهم كوسطاء مستعدين إذا اقتضت الضرورة لطرح مقترح نهائي للتغلب على الثغرات وحل الأمور المتبقية المتعلقة بالتنفيذ وعلى النحو الذي يلبي توقعات كافة الأطراف أشار القادة في البيان أنهم دعوا الجانبين إلى استئناف المناقشات العاجلة يومي الأربعاء أو الخميس المقبلين في الدوحة أو القاهرة لسد كافة الثغرات المتبقية وبدء تنفيذ الاتفاق دون أي تأجيلات جديدة تلقى رئيس عبد الفتاح أسيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الاتصال شهد التباحث وتبادل الرؤى حول مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية حيث استعرض الرئيس أسيسي للاتصالات المصرية المكثفة مع جميع الأطراف لوقف التصعيد الجاري في المنطقة وتجنب الانزلاق لدائرة جديدة من الصراع غير المحسوب الذي يهدد باندلاع مواجهة إقليمية شاملة على نحو ما حذرت منه مصر طوال الأشهر الماضية وشدد الرئيس أسيسي خلال الاتصال على أهمية تضافر الجهود الدولية للدفع قدما باتفاق وقف إطلاق النار في غزة كون استمرار الحرب في القطاع هي أساس التصعيد الحالي في الإقليم كما أكد رئيس أسيسي المسئولية التي تقع على عاتق المجتمع الدولي لخفض التصعيد ومعالجة جذور هذا النزاع بإقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة وتنفيذ حل الدولتين وأضاف متحدث الرئاسة أن رئيس ماكرون ثمن الجهود الدؤوبة والمخلصة التي تبدلها مصر منذ اندلاع الأزمة واتفق رئيسان على تكثيف الجهود والتنسيق خلال الفترة القادمة من أجل ضمان أمن واستقرار المنطقة وأمن يتوسع الصراع الذي يهدد مقدرات شعوب الإقليم فضلا عن تأكيد أهمية إيصال المساعدات الإنسانية بالكمية الكافية لجميع مناطق قطاع غزة وضمان عدم تأثر نفاذ المساعدات بالتطورات في المنطقة قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيمين نتنياهو أن إسرائيل ستوفي المفاوضين للمشاركة في اجتماع في الخامس عشر من أغسطس لمحاولة التوصل إلى اتفاق لتحرير المحتجزين في غزة ووقف إطلاق النار وذكر مكتب نتنياهو أنه بناء على العرض المقدم من الوسطاء سترسل إسرائيل وفدا من المفاوضين إلى المكان الذي سيتم تحديده لاحقا من أجل وضع اللمسات الأخيرة على التفاصيل وتنفيذ الاتفاق الإطارية أعلنت إسرائيل أنها ستلغي الصفقة الدبلوماسية لأفراد في السفارة النرويجية مكلفين بالعلاقات مع السلطة الفلسطينية في غدون سبعة أيام ردا على اعتراف الحكومة النرويجية بدولة فلسطين وقال وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس في بيان إنه أمر بوقف أي تمثيل لسفارة النرويجية في إسرائيل تجاه السلطة الفلسطينية وذكر كاتس أن الحكومة النرويجية اتخذت إجراءات ضد إسرائيل بما في ذلك الاعتراف بدولة فلسطين والانضمام إلى الدعوة المرفوعة ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية بالإضافة إلى تصريحات سيئة لمسؤولين نرويجيين كبار على حد وصفه حذرت تزعيمة المعارضة الفنزولية ماريا كورينا ماتشادو من موجة هجرة غير مسبوقة إذا تمسك رئيس الفنزولي نيكولاس مادورو بالسلطة وفي مؤتمر عبر الفيديو كونفرنس مع وسائل إعلام مكسيكية أوضحت ماتشادو أنه ما زال هناك وقت من أجل تداركي ما رأت أنه سيكون أكبر نزوح جماعي لفنزوليين إذا استمر مادورو في السلطة وحثت الرئيس المكسيكي لوبيز أوبرادو على التدخل لتعزيز التوصل إلى حل تفاوضي بين مادورو والمعارضة الفنزولية اشتركوا في القناة